بعد تلك المشاريع المعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الشهر الماضي من مستثمرين عدة وزارة الاستثمار المصرية تطرح خريطة من 14 مشروعا استثماريا في قطاع العقارات اللافت في هذه المشاريع أنها لا تدخل ضمن أهداف الحكومة في تقليص العجز بقطاع الإسكان الموجه للفئات المتوسطة وضمن خريطة المشاريع الجديدة مشروع بناء مدينة سياحية ترفيهية تكون امتدادا لمدينة شرم الشيخ وهو مشروع يصنف ضمن فئة العقارات الفاخرة كما طرحت وزارة الاستثمار أبراج سكنية وإدارية وأسواق تجارية في منطقة الزقازيق في محافظة الشرقية يضاف إلى ذلك مشروع فيلات سياحية وسكنية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وهو الآخر لن يكون موجها لسوق الإسكان المتوسط هذه المشاريع الذي سيرسى بعضها بنظام المزايدة تتضمن أيضا إقامة مجمع سكني وترفيهي وتجاري في إحدى مناطق القاهرة بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه وزارة الاستثمار طرحت كذلك مشروعا لإنشاء مدينة إدكو السكنية الشاطئية بمدينة إدكو على ساحر البحر الأبيض المتوسط بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيه أما المشاريع الموجهة لمحدود الدخل فهي قليلة ومنها مشروع وحدات إسكان اقتصادي ومتوسط بمنطقة الأمل بأبو خليفة في مدينة القنطرة غرب على محور قناة السويس ترجمة نانسي قنقر